اللغات هي من المهارات الأساسية اليوم اللي المفروض تكون موجودة عند أطفالنا ومن عمر صغير طبعاً وأكيد هاي المهارات بحاجة لتطوير وبحاجة لإهتمام مو بس بالمدرسة أكيد خارج المدرسة لازم يتم تعليم وأكساب الأطفال مهارات اللغة الثانية تماماً الناس هلموا اليوم اكتساب لغة ثانية والحكي فيها بكل طلاقة واللفز الصحيح كثير مهم وكثير ضروري من الأهل يعملوا دورات متتابعة لأطفالهم لحتى مو بس أنهم يعرفوا يحكوا أيضاً يعرفوا يلفزوا الكلمات بشكل صحيح اليوم كيف نقدر نكتسب هاي المهارة معنا الأستاذ صفوان قدور متخصص باللغات يصعد صباحك أستاذ صباح خير أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ صفوان اليوم تعلم لغة ثانية ما عد بالشيء يعني الهيك مثل ما بقولوا عادي خلص هو تعلم لغة ثانية في المدرسة أو لا اليوم الأطفال صاروا عم بيشوفوا النطق ويسمعوا النطق الصحيح إن كانوا على الانترنت إن كانوا بالتلفزيون فعم بيشوفوا أنه أحياناً اللغة اللي أنا عم تعلمها كقواعد مو بس هي هي أنه أنا أتعلم لغة ثانية خلن نحكي عن الأساسيات لهالمهارة لحنا في عنا أول شيء تحديد الهدف يعني إحنا عم نحكي كاللغة الإنجليزية فبديقول شو هو الهدف يلي أنا بدي أتعلم من خلال اللغات قبل ما نبدأ بتحديد الهدف ما فينا نعمل أي شيء فهذا هو الأول مهم جداً طيب أستاذ اليوم لكل الأحالية اللي بيصغوا لتدريب أطفالهم وبيعملون لهم دورات متتابعة وبالتالي اوكي هنون عم يتعلموا لغة عم يعرفوا الأحرف والقواعد ولكن طريقة اللفظة بتكون كتير خطأ فشو تنصحنا بها الحالة؟ بزم طريقة اللفظ متعلقة جداً بشيء اسمه الاخوزيشن يعني احنا بمعنى تعلم اللغة متعلق بشخص يلي عم يلقن هاللغة بالضبط فإذا عندي مثلاً شخص نيتف اللي نفرض عم يلقن هاللغة أكيد اللفظ والنطق رح يكون سليم نصيحتي للأهل دايماً التركيز على الملقن أو المربي يلي عم يلقن أطفال هاللغة لذلك هذا مهم جداً من أجل أن تطلع اللغة هي اللغة الأم تماماً بالنسبة لك نيتف سبيكر فإستاذ فهنا خلينا نحكي شوي اليوم كتير بنسمع أنه خليس مع أفلام غاني هالدول الشغلات بيساعدوه على تعلم اللغة وعلى سماع النطق ونحنا بنعرف طبعاً في اختلافات باللغة الإنكليزية بين النطق الأمريكي والبريطاني اللغة الشارع مثل ما بيقولوا أو اللغة المغنات اللغة المحكية حتى بالأفلام طريقة توصل يعني أنه أنا إذا بدي أوصل الجملة بقلب بعضها معناته أنا صرت واوي يعني كتير كتير منيح باللغة تماماً دور الأفلام الحقيقة باللغة الإنكليزية هام جداً لكن هذا الأمر بدي يكون مدروس يعني ما بيكفي مثلاً أنه أنا فقط حط موفي مثلاً أنا أرى الإنكليزية ويقول أنه أنا أبدأ مثلاً استمع لهذه اللغة أو استمع لهذه اللكنة أو بدي مرة ثانية أحدد أنا شو بدي من هاي الموفي بعض الناس يقولوا أنه نحنا نستمع مثلاً نخط سبتايتل عربية بعض الناس يقولون مثلاً سبتايتل كترجمة بالإنكليز دور الأفلام هو دور أساسي لأنه لحنا بالنهاية ببلن نانكليزية كاللغة أم وبالتاني دوري يعتبرون فضلك يعني هو بنقول أنه ضروري مشال نعوض النقص يلي صاير بعدم التعرض للغة لأنه أمر الأكسبوجر بركز كتير على فكرة الأكسبوجر هو أهم فكرة فكرة التعرض للتايم تعرض لللغة التانية وبالنهاية إذا تعتقدت يعني أفضل الأطفال هيك بيبدو يتعلموا يبدو يتعرضوا مثلاً للغة الأم من خلال الأهل من خلال المجتمع من خلال كميونيتي هذا السبب بيخليهم ينطقوا اللغة فدور الأفلام دورهم لكن بدو يكون الموفي مدروسة تماماً من حيث النطق من حيث السبتايتل موجود ممكن أن الطفل مثلاً بمرحلة مبكرة مثلاً كدزني مثلاً موفيز أو سو هذا الشيء كتير بيكون مساعد بالنسبة للأطفال لكن هل بدنا نخط سبتايتل؟ هل بدنا نخط سبتايتل بالأرابيك؟ فأحياناً بتكون غلطة أنه إحنا نعرض الطفل فبيلتهي الطفل بالتركيز على السبتايتل فهم الموفي وبيلسى الغاية الأساسية اللي هي التلقين واللي هي التعرض للغة كما يمكن حكينا كمان بالفقرة السابقة أنه كثير من الأهل بيركزوا على تعليم أبناء اللغة الإنجليشة اليوم خلينا نحكي عن الأطفال اللي يبلشوا مرحلة الابتدائية والأعدادية هون ممكن يلحقوا أنهن يتعلموا بكل سلاسة ومرونة ولا بيكون صعب عليهم ولا بأي عمر أنت بتنصاحك كثير مبسوط بكلمات ممكن يلحقوا لأنه فعلا هي بدل على تأخير حاصل لكن لحسن الحظ طبعا ممكن ولو حتى بعد ولو حتى بالعشرينات التلاتينات والأربعينات يعني نحن نحن يتعلموا بالأربعين أحيانا بالخمسين فالتجارب أو الأبحاث تثبين مدى قدرة الأشخاص سواء كصغار أو كبار على تعلم اللغة بشكل تام والدليل طبعا على الشيء الأشخاص اللي بتسافر بسن متأخرة مثلا لبلاد تانية مثل ما أنا عم نشوف فهن يبدو لكن كنصيحة للأهل بالمراحل الابتدائية إذا صار في تأخر مرة تانية طبعا نحن بنذكر دور المدرسة بالإضافة لدور المعلم دور الطالب نفسه دور الأهل فهن أربع عوامل تماما النصيحة إنه نحن نتابع مع المدرسة نطلع على المنهاج إذا الأهل ما فيه إلمان باللغة الإنجليزية وهذا الشيء ممكن يكون طبيعي أقل شيء يكون فيه شخص متابع لازم ضروري جدا يكون فيه شخص أو حدا عم يتابع موضوع اللغة الإنجليزية بالإضافة لدور المعلم والدور الكوميونيتي الصغير اللي هي العائلة الموجودة فيها وأضافة لذلك دور المنهاج نفسه اللي عم يدرس طيب أستاذ صفوان شو الأخطاء اللي ممكن حدا يكتسبه يعني من طريقة التعلم الخاطئ أوقات فيه ناس للأسف ما مالك اللي بيقدر يصحلهم أنه يكون الملقن أو المدرب دبعهم هو بيتقن اللغة و بيتقن كمان اللفظ وما إلى ذلك هل فيه طريقة لتصحيح هذا الشيء؟ طبعا اللي احنا بنا نحكي بأمر ما فينا ننكره أبدا هو وجود الموهبة يعني فيه أشخاص عند الموهبة بأمر معين أكتر من أشخاص هذا دور كتير 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 أساسي إنما من الأخطاء اللي بتصير هو مرة تانية برجع بحكي عدم تحديد هدف واضح ليش أنا بدي أخد مثلا دورة لغة إنجليزية لوين بدي إبني يوصل لوين بدي فورك شو بدي حصيل خلال فترة أربع أو خمس أشهر يلي هو خطأ تاني إنه لحنا ما من نربط الهدف بالزمن فإنا لحنا برافو إنه رح ناخد إنجليش ترينيج لكن شو الهدف وخلال قديش من الوقت لحنا بدنا نحقق هذا الهدف الخطأ التاني هو عدم ممارس للغة طبعا هلأ إحنا بنا نقول ما من بدنا نمارس اللغة هناك مشكلة نرجع مرة تانية لفكرة يكفي الآن إنه إحنا نتعرض للغة خاصة بالعمر الابتدائي اللي لسه تويعتبر عمر يعني بعمر التلقين فأيضا تعرض للغة من خلال موفيز ومن خلال أمور تانية مثلا بالحكي مادات أول حكي ضمن مثلا ضمن إنجليش ترينيج ومن ثم طيب كمان في أطفال أو خلينا نقول أشخاص بشكل عام بيعرفوا كل القواعد وبيحكوا كمان بطلاقة وما عندهم حدا يحكوا معهم ما في حدا معهم بالبيت أو الكوتش أو هنون قطعوا مرحلة الكوتش فكيف هنون بدون يحافظوا ممكن اللي بيكتسب لغة بيحافظ عليها جواته بدون ممارسة؟ من الأمور الجميلة جدا بأمر اللغة الإنجليزية إنه لدماغ يعني ما بيتلف أي معلومة أو أي كلمة حتى تعلمها سواء مرحلة مبكرة أو متأخرة أو ما شابه لكن بيصير فيه نسيام فمرحلة الـ إعادة استرداد الكلمات موجودة جدا بمعنى لو صار فيه قطع صار فيه عدم ممارسة لفترة بيرجع فيه براكتس مثلا لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة بيرجع فيه استرداد فالآن نحن لم يكن لدينا أي أحد مثلا نحكي معه بدنا نطر نعمل تكنيك طبعا أول شيء دور أهمية الاستماع يعني هاي مفروضة تماما استماع للغة الإنجليزية ضرورة التعرض لمفردات اللغة الإنجليزية ولو الطفل أو ولو الطالب مرحلة ابتدائية ما عم يقدر يفهم كل شيء لكن هو بالنهاية عم ياخد موسيق تبع اللغة عم ياخد الإنتونيشن تبع اللغة عم ياخد طبقات فموضوع انه يستمع موضوع أهم جدا وهي نصيحة للأهل انه موضوع تحديد شيء بالموفيز أو بعض الوقت هي صوت لكن يكون موجود إذا ما قدرنا نعمل ممارسة للغة الإنجليزية رح يكون فيه أكيد نسيان لموضوع اللغة الإنجليزية طبعا ممكن تطالب مرحلة تانية يرجع يتذكر لكن ما بيصير من الأساس انه يكون فيه هالقطع الموجودة غلطة تانية طبعا بها الامر انه بالسيف يكون الطفل خلال فترة المدرسة عم يعمل براكتس مرحلة الصيف يأتي عنها ثلاثة أشهر أو براكتس باللغة الإنجليزية لأنه ما أحد بيعمل براكتس عن اللغة هو يحكيها طيب أستاذ صفو خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة اليوم أداء مهم يكون يعني فيه تواصل بين الأطفال بأعمار معينة حتى هذا الشيء يساعد يعني نحنا دايما بنقول استاذ وطالب صحيح بس لما بيكون الوسط كله اللي حوالينا الأطفال هو على سوية معينة من اللغة هذا الشيء ممكن يكسبو مهارة إضافية ممكن يخليه يحكي أكتر يعني اليوم نعرف الأساليب الحديثة هي صارت مع التعتمد بس كتاب ودفتر وطلقين لا أنا عم خليون يكونوا يفتحوا حوار ومناقشة مع بعض أدي هذا الأسلوب مهم هذا السؤال رائع جدا لأنه إحنا من الأخطاء يلي بتصير أنه بيصير التلقين فقط عن طريق المدرسة والمدرسة بالتالي منشوف أنه الطالب أو متعلم اللغة عم ياخد لغة الـ وشخصية الـ وطريقة الـ وشخصية الـ ويعني بيصير مصبوغ بسبغة الـ من الأساليب الحديثة والمطلوبة جدا أن الطلاب أيضا يتواصلوا مع بعض طبعا الطالب الأقوى بيعمل الـ للطالب اللي أقل مثلا قوة باللغة الطالب يتعلم من الطالب الأقوى ومثلا فهذا الشيء أمر مطلوب جدا عندنا أمر آخر أحيانا نشوف أنا مشوفها كثير أهل بيدخلوا بموضوع الـ رجائي جدا إذا ما في اللغة الإنجليزية يعني كلغة صحيحة يعني أوكي بس نخليه مثلا للمختص للمدرسة للمختص لأن الطفل بيلقنط أو حتى الطالب بيلقنط الأهل أكتر بكتير بياخد نهل إذا مثلا أو أب عم يدرسوا مثلا وعم يدرس طفل يلا ماما رد وراي خاصل مرحلة مبكرة 1-2-3 مثلا 1-2-3 هذا الطفل صعب بعد أنه ينتقل من 3-3 أو من 3-3 أو من 3-3 خاصة 3-3 أو 3-3 يعني يعني أعطني مثلا فأخدت لتخل الخطأ بـ وفي بدل فطب تلاقي يوصل على المدرسة يوصل لمراحل أيضا وإخيرا وبيقول 3-3 أو 3-3 أو بصير صعب شوي فالأهل لكن اللغة الإنجليزية نضمن تماما أنه تكون تتلقى من الشكل الصحي وهي بش يعني بمستغل الوقت بش للأهل والأطفال أنه كمان هنا يدقنوا اللغة الإنجليزية تماما أكيد اليوم كمان أدي مهم بالإضافة للغة والتحدث بصلاقة أدي مهم تكون مضافة مهارة لغة الجسد أو تواصل إذا أنا عم حاكيك أنت عم تحاكيني لغة أنا ما بعرفة أدي لغة جسدك أو تعابير وشك ممكن أنا تخليني أفهم عليك شوي أو أنت بتساعدك لحتى تكون أكتر أريحية مضافة هاي المهارة لمهارة اللغة؟ تماما أكتر من سبعين بالمئة من أي مسج بدنا ننقل سواء بال يعني باللغة الأوم أو باللغة التانية اللي هي بحالتنا اللغة الإنجليزية يتم من خلال لغة الجسد الأمر الهام جدا نحنا في للطلاب خاصة بمراحل مبكرة نيطلعوا يعملوا شيء مثلا نسميه كإلقاء وهون أيضا نوع بخطأ تاني إنه أحيانا الإلقاء بيطلع الطالب نحنا بدنا نخليه مارس اللغة فبيطلع على الستيج بيطلع أمام الطلاب وبيعمل بريزنتيشن لكن أحيانا من أخطأنا إنه بريزنتيشن نفسه طالب قد يعطي بريزنتيشن هو مثل هذا بدون أي تحريك فكتير أكسلنت إنه إحنا ما فينا نربط موضوع اللغة والتحدث باللغة عن موضوع التركيز وتطويره مع لغة الجسد باللغة الإنجليزية هذا الشيء بيدي لنا الرسالة أوضح وأقوى وأسهل للفهم بيكتسبة الشخص لحاله أو هي على الكوتش؟ مرتبطة بشكل أو بآخر بطريقة لغة الجسد الخاصة ولو باللغة الناتب أو حسب تمكنه يمكن من المعلومة تاني شيء كلما كان الطفل أو الطالب بأي مرحلة متمكن من الشيء اللي بدو يحكي أو من اللغة فهو بيكون أريح باستخدام لغة الجسد لكن هون نصيحة بقى للتيتشرز المدرسين مو بس للطلاب أو للأهل أنه لما نطلب من الطلاب موضوع موضوع ضمن الكلاسروم أو موضوع إلقاء ما نركز فقط نقيم اللانجوج نقيم كمان استخدام لغة الجسد استخدام الهند جسد استخدام الفيشال استخدام الهند جسد استخدام الهند جسد استخدام الهند جسد استخدام الهند جسد والطلاب والطلاب طبعاً ما ننسى أهمية الطلاب حسناً باللغة أستاذ أفوان اليوم السوشال ميديا دخلت كل شيء بحياتنا حتى بالنسبة لتعلم اللغة صرنا عم نشوف خليني يقول مثل نوع المدربين عم نزلوا فيديوهات إن كان على الإنستجرام أو غيرها من المواقع اللي عم يحكوا فيها عن اللغة وطريقة اللفظه كل الأستاذ عم ياخد وجهة نظر معينة أنا كيف دي أعرف إذا هاي الصح أو هاي الغلط وخصوصاً إذا أنا حابة يعني في كتير أشخاص بيقول لك موبايل بإيدي وعم بقدر فوت على هالموقع كل يوم عم ينزل معلومة جديدة ليش لا؟ هذا الأمر يعني ممكن يكون بنفس الوقت في شيء صح في شيء غلط طبعاً إذا من خلال الدراسة المنهجية فهذا الشيء ما نو أفضل يعني ما نو أفضل شيء لأنه بصير بيعمل تشويش تشتت أو تركيز عفواً يعني عدم تركيز بالنسبة للطالب أمر جيد طالما الطالب هو عم يتعرض سواء اليوم سمع له ريتشاردز وبكرة سمع له جيسيكا وبعده لتون وبعده لتوني المهم الطالب عم يتلقى لغة إجليزية سواء كان بريديش أكسنت أمريكان أكسنت نظرية الأكسنت والتعرض للغة بتبقى موجودة فحسب الغرض والهدف شايف هم نركز على فكرة الهدف أنه هي فعلاً موجودة من واقع فإذا كان الهدف هو مجرد التعرض والتلقين للغة فنوع مشكلة المهم أنه عم بضمن أني استمع كل يوم خليني قول خليني قول خليني قول خليني قول أما إذا الغرض أكاديمي بمعنى أنه دراسة أكاديمية أنا بيتعلم غرامر بيتعلم مفردات بشكل ممنهج فهذا الشيء بيكون كثير كثير نرجى ضرورة إنه إذا كان الأمر أكاديمي ضرورة يكون فيه أقل شيء مدرس أو مدرسة يتابع الطالب بهذا المجال فيه طبعاً تصير حالات إنه طالب يبدأ مثلاً بيرتاح مع تيتشر معين لنفرد أونلاين ضمن خيارات متحددة مثل ما أتفضلت لكن بيرتاح للتيتشر من البداية ممكن يكمل بمراحل كثير متقدمة ممكن نعتبر هاي الخطوة كبداية للأشخاص خلينا نقول الكبار بدون الأطفال يعني اليوم أي شخص بدأ يتعلم لغة جديدة بيكون عنده صعوبة بالبداية شو عمر أنا سجل كورس اسمع لحالي اكتب لحالي شو هي الخطوة اللي تلازم تكون بالبداية بالأول بالبداية في عنا خاصة ذكرتك كمان موضوع الأشخاص الأكبر في عنا وهم كتير كبير وهم كتير كبير يعني إحنا بنعرف الأشخاص المتقدمين بالعمر يمكن بياخد معهم قرار لي ياخد ترينينج باللغة الإنجليزية يمكن أحيانا سنع ترى؟ فهو بالبداية الوهم يعني مثل ما بين قال يعني وهم أكبر من اللغة لكن كبداية أنا دائما بنصح الشخص بيكون موجه بشكل أكاديمي ذكرت يا حضرتك موضوع الاستماع أكيد أمرها لكن إذا كانت البداية فلاحنا لابد من وجود شخص يوجه يسي يلي قد تكون المدرسة قد يكون دورة لغة قد يكون مدرسة 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 أو مدرسة أو سواء لابد من هذا الشيء خاصة بالمراحل البداية لكن أهم شيء هي الخطوة الأولى يلي الطالب سواء كان صغير خاصة إذا كبير يخطيها واتخاذ القرار وتحديد الهدف ودايما عندنا أمر هام ربط الهدف من التعلم لنفرض أن نتعلم اللغة ربط بالزمن يعني ما بيكفي إنه إحنا فقط ناخد دورة لغة أو فقط مثلا استاذي درسني أو فقط أخد شيء أونلاي بدي أدر وقيم مقدار التطور والبروغرس اللي عم يصير تقريبا كل شهر ترى كل شهر كل كورس كل ترينينج هذا هام جدا لتحقيق الهدف اللي ممكن يكون سنوي أو مثلا نصف سنوي أو هكذا طيب أستاذ شو رأيك بالبرامج التعليمية اللي بنشوفها هلا هي ممكن بتكون بتساعد الطالب بالقواعد اللغوية بيصير شاطر بالقواعد اللغوية بتركيب الجمل وما إلا ذلك ولكن بيبقى يمكن بدو اختبارات أكيد شفاهية تختلف مثلا خلينا أقول في ناس بتفتح بعض البرامج الموجودة بتجيبها بتشتغل عليها بتتعلم كيف أنا ممكن أعمل هاي الفخوصات هل في مثلا بعض الأسات زي ممكن بيشتغلوا أونلاين موضوع الأونلاين الآن صار موضوع رائج وموجود لكن لحنا بحاجة أكيد وجود الشخص المتابل إن أفرد أنا بدي أتعلم أونلاين إذا كنت بمرحلة مبكرة ففتحة أعملت مثلا تاست أول شيء ما نضبنا إنه الموقع يكون صحيح داني الشيء الآن في عنا معايير عالمية معايير الاتحاد الأوروبي لتعليم اللغات معايير خاصة بجامعة مثل كامبرج لتعليم اللغات أو ما شابه فلحنا أول شيء إذا أنا بدي أعمل أول شيء كيف بدي أضمن كشخص من خارج المجال إنه هذا التاس صحيح يرى وبيعطيني نتائج صحيحة ثاني شيء إذا أنا عملت التاس وأخذت علامة معينة فكيف هي العلامة بدي أضمن إنه أنا مثلا يعني أخذت خمسين كيف بدي أضمن الخمسين التانية أو أعرف شو الخمسين التانية وين راحي شو الأمور يعني إحنا منشوف مثلا شخص مثلا بيذهب إلى الجم مثلا بيكون مع ترينر أو مع كوتش فالكوتش بيقول له إنه هاي نقاط قوة هاي نقاط ضعف لحنا بنساوي هيك لحنا بنشتغل على هيك نفس الشيء تماما بموضوع اللغة الإنجليزية فأكيد برامج الإنلايين مساعدة خاصة للأشخاص يلي وقتهم ما كتير ممكن يسمع لكن لابد من أشخاص هي عم تتابع وتكون على كفاءة عالية نعرفها على كفاءة عالية طبعا من خلال الاسم من خلال الخبرة من خلال هالأمور هاي مش هان ضروري كتير يكون عم يتابعوا هذا الطفل أو هذا الشخص متعلم اللغة فالأشخاص الإنلايين مساعدة لكن لابد من أن تكون مرحلة أكاديمية مع وجود شخص أكاديمي عم يتم هالمرحلة مع الطالب مع تحديد الهدف وتحديد الزمن يلي عم يتم من خلال التطور مو معقول اليوم بعد مثلا سنتين ما يكون فيه نتائج بعد ثلاث سنين ما يكون فيه نتائج بعد السنين ما يكون فيه نتائج الأمر متعلق كثير بالهدف بالبراسس بالعملية نفسة اللي عم يتم فيها تعلم اللغات واهم شيء البراكتس يلي عم يصير دو أورز مثلاً دو أورز مثلاً دو أورز مثلاً دو أورز يعني أكيد دو أورز لو بالسيارة لو بالسيارة لو بالهدست دو أورز يعني الأكسبوجر ضروري جداً 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 هلأ نحن بمرحلة حساسة ومرحلة امتحانات ويمكن كثير من الأشخاص ما لحوا أن يكتسبوا مهارة اللغة بشكل متقن أكتر هلأ بفترة الامتحانات والأشخاص يلي عندهم امتحانات لغات شو بتنصحون يلي ما عندهم لسه القوة أو القدرة لأنهم يكتسبوا أو معنى مكتسبة عندهم لسه شو بتنصحون هيك لحتى تساعدهم أكتر يكون امتحانهم أكتر سهولة؟ بمرحلة الامتحانات نركز نحن بين حكينا كلغة مثلاً كتعلم لغة من أجل اللغة والأمر الثاني تعلم اللغة أو دراسة اللغة من أجل العلامة فنصيحتي بالنسبة للطلاب الآن من التركيز على دراسة اللغة من أجل العلامة هذا الشيء ممكن يكون يعتمد على شيء من الحفظ يعني الآن هون لحنا مرحلة الـ ومرحلة الـ شوية ممكن أن ننسى لأنه الآن لحنا بمرحلة بهمنا المارك أكتر طبعاً نتمنى كل التوفيق للطلاب خاصة بهذا الأمر لكن نرجع من حكيه هي عملية قد تكون شابهة يعني لحنا خلال السنة الـ يصار بالنسبة لدراسة اللغة أي طالب الآن فيكون الأمر أقل من عادي جداً أمر اللغة الإنجليسية أمر الـ حتى بالنسبة للامتحان يعني استرس الامتحان موجود أكيد لكن بس في أشخاص مانون مكتسبين لسه اللغة ومانون متمتكنين منها نعم 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 هذا الشيء اللي نحكيه أنه ضروري أول شيء يكون فيه حدا يتابع معهم هدا أمر ضروري أنه إحنا الآن عم نحكي على وقت ديئ شوي تمام والأمر الثاني طالما كان فيه شويه براغترس خلال العام فأمر كتير رح يكون بسيط خلال خاصة موضوع اللغة يعني مو واحد زائد واحد يساوي اثنين في عندنا خيارات كتير كتير متعددة من نسبة لجواب الطالب ضمن الامتحان فقط تتحق و تتحقق المرحلة و تجد أحد يكون فيه حدا بس كمتابع ضمن مرحلة وقت شوي دي أما أمر اللغة حتى بالنسبة للأكاديمية طلابنا الأعزاء طبعا سواء بالتاسع أو بالبكالوريا هي أمر رخلة وأمر متعة ومتعة سواء كدراسة وسواء كممارسة بالنسبة للتحدث طيب استاذ فون يوم بعض الأخطاء اللي ممكن الشائعة يقع فيه الناس وهنا نعم يتعلموا هاي المهارة و تحب بتوجهه للنصائح على هالموضوع اذا بدنا نحكي لحنا كأشخاص بدنا نبدأ نتعلم اللغة بدنا نعرف أمرها أول شي فيه شغلات صارت بالحياة يعني يعني ما أنا أوبشنال يعني ممكن بالماضي for example مو كتير بالماضي البعيد ممكن إذا بنرجع يمكن عشر سنين لوراي اللغة أهام ممكن شخص بلا لغة يعني يبدأ right now أول نصيحة هي أنه نعرف أنه اللغة ما عادت خيار يعني هي صارت حاجة من حاجات البطاء تماما يعني what are you do for example for survival وللحياة وللستمرار الحياة you eat you drink you sleep you sleep you see you breathe كل هالأمور هاي الآن بدنا ننضفلون أمر هو كمان تعلم اللغة الإنجليزية أمر حاجة من حاجات البطار عم يجينا أشخاص for example ولو أنا بجتمع بأشخاص بيكونوا من أصدقائي for example I receive a phone call hello please have can you help me بس ما معي وقت خير and I think of something Westrop اللي عندي مقابلة هامة بيجيها كتير هامة قد تكون داخل سوريا أو خارج سوريا لكن عندي مشكلة so what's your problem مشكلتي إنه ما عندي لغة إنجليزية أها طيب ما في مشكلة منبدأ نتعلم اللغة قدي معنا وقت آه معي شهر أها يعني فلاخنا يعني give me a break you see هي مو أمر موضوع متعلق بي ممكن يكون حبة مثلاً ناخدها بتزيد اللغة هي أمر متعلق كتير بالpractice فالأمر الأول لحنا إنه نعرف إنه اللغة الإنجليزية ما عادة خيار أبداً 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 بعالم يعتمد على اللغة الإنجليزية كلينجوا فرانكا يعني كلغة التواصل كلغة عالمية للتواصل وهذا الشي عم نشوفه سواء أشخاص عم يسافروا وعم ينجحوا تماماً بسبب اللغة سواء أشخاص عم يسافروا لكن للأسف ما عم يكون في الشي المطلوب أو تحقيق الهدف بسبب عائق واللغة فتحول اللغة إلى يعني عائق إلى شي وهم إلى شي أحياناً مكروه هذا الشي طبعاً غير صحيح لأنه اللغة بالنهاية هي practice هل ترى؟ فالنصيحة أنه نعرف تماماً أنه اللغة الإنجليزية ما عادت أبداً للصغار و للكبار مرحلة أو شي متعلق بأمر كماليات وإنما هي من أساسيات الحياة أساسيات لبناء مستقبل وأكيد وتطوير محاراته أكيد أكيد لأنه كثير كثير ضروري هي مرتبطة لحنا لما نعرف أنه اللغة الإنجليزية هاي اللغة ضرورة حاجة بطا نعود من ضفلة بقال تحديد الهدف شخص بينه بعد ثلاثة شهور في عندك مقابلة تعمل متقدراني تتخيلي الهدف تبعه ومقدار الحرص على التطور غير لما الشخص يعني فقط تضغطيهم و يعني ريلاكس و بس بدي أخد ترينيج بالإنجليش فبيكون ثلاثة شهور عند الشخص الأول نتائج أكيد غير ثلاثة شهور عند الشخص الثاني هذا الشي مرة تانية مرتبط به حاجة اللغة تحديد الهدف وربط اللغة ببرنامج زمني يقيس مقدار التطور يلي عم يصير أهم جدا نعرف حالنا بمقدار التطور يلي عم يصير بالنسبة للطلاب ضمن كل مرحلة أكيد يعني بالختامنا نشكراك ولوجودك معنا وكل المعلومات القيمة وإن شاء الله يكون الكل استفاد من هاي النصائح شكراً إلك شكراً كتير للاستضافة شكراً لك كوتش صفوان أهلاً سهلاً فيك